الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله ومن صاحبه ووالاه وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هذا هو الدرس الأخير من دروس مقرر الثقافة الإسلامية وسأتحدث فيه عن مسألتين الأولى عن أحكام العدة والثاني عن أحكام الإحداد فأما العدة فهي أثر من آثار فراق الزوج لزوجته سواء كان هذا الفراق بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت وهي عبارة عن المدة التي تتربص فيها المرأة عقب وقوع سبب الفرقة فتمتنع عن التزوج فيها والعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطيها سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة أما من فارقها زوجها حيا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فدلت الآية الكريمة على أنه لا عدة على من طلقت قبل الدخول بها ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم أما المفارقة بالوفاة فتعتد مطلقا سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يرد ما يخصص هذه الآية لمشروعية العدة حكم كثيرة منها استبراء رحم المرأة من الحمل لألا يحصل اختلاط الأنساب كذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيا من الحكم أيضا تعظيم عقد النكاح وإظهار شرف النكاح ومنزلة النكاح لأنه كما سبق وأن قلنا ميثاق غليظ أيضا من الحكم من العدة تعظيم حق الزوج المطلق بالإضافة إلى تمكين زوجة المتوفى عنها من إظهار الأسف والحزن على زوجها وغير هذا من الحكم السامية أما أنواع المعتدات فمن أنواع المعتدات الحامل والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه والحائلة التي تحيظ وقد فورقت في الحياة والحائلة التي لا تحيظ لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة فأما الحامل فتعتد بوضع الحمل سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت وفاة الزوج قبل الدخول بها أو بعد الدخول وسواء كانت الزوجة ممن يوطع مثلها أو لا وذلك لعموم الآية ولعدة الوفاة أحكام تختص بها تختص بها فمنها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا بعذر يجوز لها الخروج من بيتها لحاجة أيضا من أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة والإحداد اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرقف النظر إليها كما سيأتي عدة الآيسة ثلاثة أشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والمطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل تعتد بثلاث حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة ثلاثة أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن ومن الأحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة فالمعتد من وفاه والمعتد البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتها كقوله مثلا أريد أن أتزوجك ونحوه دون التعريض فالتعريض بالخطبة يجوز كقوله مثلا إني في مثلك لراغب لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها وباختصار ألخص أنواع المعتدات وأنواع العدة في الأقسام التالية إما أن تكون عدة بالأشهر أو عدة بالأقراء أو عدة بوضع الحمل العدة بالأشهر لصنفين من النساء المطلقة التي لا تخيض لكبر أو صغر وعدتها ثلاثة أشهر المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حامل وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام أما العدة بالأقراء أي بالحيض هي لكل مرأة إن فصل عنها زوجها بطلاق أو غيره في حياته وكانت ممن تحيض وتطهر فتعتد ثلاثة قروه أي ثلاث حيض العدة بوضع الحمل وهذا هو النوع الثالث وهي لكل مرأة حامل فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موت وعدتها تكون بوضع الحمل بوضع الحمل أما المسألة الثانية التي معنا في هذا اللقاء فهي عن الإحداد وبعض أحكام الإحداد الإحداد عند الفقهة أن تمتنع المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة عدتها عن كل ما يدعو إلى جماعها ويرقف في النظر إليها من الطيب بأنواعه والزينة والتجمل في بدنها وثيابها ولبس الحلي بأنواعه فلا تلبس الثياب التي فيها زينة وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها وليس للإحداد وهذه من الأمور التي ننبه عليها ليس للإحداد لباس خاص فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه ما لم يكن فيه زينة وإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض العوام هنا مسألة أيضا مهمة وهي أنه ينبغي التنبه إلى أنه لا إحداد على المطلقة طلاقا رجعيا لأني كما ذكرت في أكثر من اللقاء وهنا أكرر لأنها في حكم الزوجات فلها أن تتزين لزوجها وترغبه في جماعها وفي النظر إليها أما المطلقة البائن ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل العلم وأظهر أقوالهم والله أعلم عدم وجوب الإحداد وبعد أيها الإخوة والأخوات فقد وصلت معكم إلى نهاية دروس ولقاءات هذا المقرر وقد صرفت فيها من الجهد والوقت ما أسأل الله جل جلاله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به وإياكم وأن ينفع به الإسلام والمسلمين أجمعين وما كان فيها من صواب فمن الله وحده وله الحمد والشكر حمدا وشكرا يليقاني بجلال وجهه وعظيم سلطانه وما كان فيها من خطأ أو نقص أو تقصير فمن نفسي وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأختم بقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين